وصفة اليوم ان شاء الله رح تكون من الحلويات التركية جدا معروفة اليوم رح نعمل مع بعض حلوة الجوزة التركية طبعا هاي الوصفة شفتها كثير على المواقع التركية وحبيت كثير اني اجربها جربتها وطلعت نتيجتها جدا شهية اول اشي هون رح نحضر للقطر رح نحتاج كاستين من السكر ورح نحتاج كمان هوني كاستين من المي القطر للوصفة هاي لازم يكون معنا خفيف رح احط الطنجرة على الغاز الغاز عندي هون رح يكون على العالي اول ما اشوف عندي هون السكر ذاب تماما بنزل معلقة صغيرة من عصير الليمون بوط الغاز بتركهم تقريبا مدة عشر دقائق على نار واطية بطف الغاز وبخلي القطر على جنب حتى يبرد عندي تماما الخطوة البعدي هون رح نحضر للعجينة رح نحتاج 150 جرام من الزبدة طبعا عنا هون الزبدة لازم تكون درجة حرارة المطبخ ورح نحتاج نصف كاس من الزيت النباتي باستخدام المشبك بخفقهم كثير منيح مع بعض اول ما اشوف عندي هون الزبدة والزيت اتجانسوا مع بعض بوقف خفق ورح انزل هوني لبان الزبادي طبعا عنا لبان الزبادي هون لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ استخدمت هوني نصف كاس من لبان الزبادي برجع بخفقهم تقريبا مدة دقيقتين هلا هوني رح ننزل البيض رح نحتاج حبتين من البيض واكيد مع البيض هون رح احط الفانيلا البودرة وممكن كمان تستخدموا الفانيلا السائلة البيض عنا هون لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ بخفقهم مع بعض حتى تتجانس عندي هون كل المكونات ويصير عنا قوام الخليط مثل القوام الكريمي هلا هون رح نزل المواد الجافة رح نحتاج نصف كاس من السميد السميد اللي استخدمتوا هون هو السميد الخشن رح نحتاج ثلاث كاسات ونصف من اللطحين بنسبة للطحين حطوا في البداية ثلاث كاسات النصف الكاس بتحطوه حسب حاجة العجينة رح نحتاج كمان هوني معلقة صغيرة من الباكينج باودر ورح نحتاج معلقة صغيرة من بايكربونات السوديوم اللي هي نفسها السودا رح أحط عليها هوني عصرة من الليمون حتى تشتغل معي منيح طبعا بالنسبة لبايكربونات السوديوم ممكن تحطوها بكاس على جنب تحطوا عصرة الليمون وتحطوها مع باقية المكونات آخر إشي هون حطيت نص معلقة صغيرة من الملح باستخدام مضرب التقليب بقلب العجينة كثير ميح رح أرجيكم هوني قوام العجين لازم تكون عندنا هوني العجينة متماسكة وأهم شيء إنها ما بتكون بتلزق برجع هون بعجينها شوي في إيدي وبعديها بحطها بصحن رح أرجيكم هوني قطع صغيرة من العجينة لازم لما تيجي تعجنوها على إيدكم إنها ما تترك أي أثر وتكون معنا طبعا طرية رح أغطيها هوني رح أتركها ترتاح تقريبا مدة عشر دقائق وبعديها بشتغل فيها بالنسبة هوني لطريقة العمل طبعا رح أستخدم قطعة السلكون هاي هي متوفرة في محل أدوات المنزلية إذا مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا المبشرة طبعا نستخدم هاي الجهة وأي مبشرة متوفرة عندكم رح أخذ هون قطعة من العجين بعجينها كثير منيح في إيدي بشكلها على شكل كرة بعديها بفردها افردوها منيح ما تكون معكم خميلة ورح أعشيها هوني بجوز عين الجمل رح أحكم ملاحظة بالنسبة للحشوة إذا مش متوفرة عندكم جوز عين الجمل ممكن تحشوها بالفستق الحلبي وممكن كمان تحشوها بالفلو السوداني حسب المكسرات المتوفرة عندكم ولازم هون تسكروها كثير منيح وبهيك عندي صارت جاهزة كمية جوز العين الجمل الأنستخدمت هون هي تقريبا كاس وأكيد هي الكمية تقديرية حاولوا أن الحشوة ما تيجي على الأطراف حتى تسكر معكم منيح رح أحكي هوني بالنسبة لصوان الخبز طبعا هون دهنت بكمية منيحة من السمنة ورتبت القطع عليها ولازم تعمل فراغ بين كل قطعة والثانية طبعا عندي هاي كل الكمية اللي طلعت معي ما شاء الله العجين هاي بتعمل كمية كثير منيحة أحكي عندي صواني جاهزة هلا هون رح أدخلها الفرن رح أحكي عن الفرن لازم يكون عنا على درجة حرارة 180 الراف الوسط أول ما تشوفوا القطع أخذت معكم لون ذهبي من تحت على طول بتشغل الشواية أنا هون وقت التحمير حمرت كل صيني لحال حتى ياخذوا معي نفس درجة اللون المدة تقريبا أخذوا مني 20 إلى 25 دقيقة بس من فرن لفرن بتختلف درجة الحرارة فالأفضل إن يكون على النظر أول ما تشوفوا أخذت معكم لون ذهبي من تحت بتشغلوا الشواية من فوق هيك عندي طبعا أول ما طلعتوا من الفرن رح أحاول هون أجمعهم بصينية واحدة ظلت كمية بسيطة ماية على جنب إرجعت شربتها مرة ثانية هل هون رح أحط القطر البارد بتحطوا كمية منيحة من القطر وبعدية هون رح أسكرها صينية بصينية ثانية ورح أتركهم تقريبا مدة ربع ساعة إلى ثلاث ساعة أنا هون قلبتهم أكثر من مرة حتى يوصل القطر لكل الحبات هيك عندي طبعا أول ما طلعتهم التزين هون زينتها بالفصدق الحلب المطحون ما شاء الله طعمها جدا شهي رح أحكي ملاحظة بالنسبة للعجينة إذا حبيتوا الحلو يكون معكم شوي طعم الحلاوة ظاهر فيه بتحطوا ثلاث ملاقع كبار من السكر لأنه حسيتوا شوي الحلاوة تبيته معتدلة وهاي وصفتها لليوم بتمنى إنها عجبتكم جربوها وأعطوني رأيكم فيها وإذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة الاشتراك فيها تفايل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي شكرا جزيلا لحسن المتابعة شكرا